اختلفت قراءات قوى المعارضة حول رسالة الرئيس بوتفليقة من حيث نوع الحوار الذي تضمنته الرسالة والكيفية التي سيجربها رسالة الرئيس التي تضمنت نية فتح أبواب الحوار مع مختلف الأطياف السياسية لكن قوى المعارضة ترى بأن الحوار مع النظام يقتدي أن تتوفر فيه عدة شروط حوار يجب أن يكون له محتوى سياسي أي حوار يجب أن يكون له محتوى سياسي فيه الأهداف فيه الضامنات وفيه الأليات على طرف آخر من المعارضة ترى حمص أنه انطلاقا من معطيات ميدانية أصبح للمقاطعة الحالية صوت وعنوان في ظل مقاطعة نصف الهيئة الناخبة للرئيسيات وضعف الشكل الذي كانت عليه هي رسالة عامة تتحدث عن شكر وعرفان لمن سندوه ومن انتخابه عليه وهذا طبيعية عندما تكون الانتخابات عادية وطبيعية لمترشح يفوس أنه يتقدم للذين دعموه وكذا بالشكر ونتمنى أنه بعد سياغة الأرضية الانتقال الديمقراطي من خلال قوة تغيير في البلد ونعرض هذا على السلطة وانذاك نختبر ونزيد نمتحن هذه النبرة التي خرجت فقط بعد إعلان النتائج الأسف الشديد إلى جانب الحوار المرتقب بين السلطة والمعارضة حوار مرتقب يجمع المعارضين والمقاطعين بناء على دعوة من علي بن فليس تحت مسمى قطب التغيير نلتقي معه يوم الأحد إن شاء الله كتنسيقية كتنسيقية أحزاب سياسية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي نسمعوا منه ويسمعوا منا نعطيه وجهة نظرنا قررت هذه التنسيقية أنها توسع المشاورات إلى كل أطياف طبقة سياسية التي ترغب في مستقبل ظاهر للبلد دعوة الرئيس وصفها المقاطعون بالخطوة الإيجابية إن كان عنوانها الجدية دون إقصاع الأفكار